أهلاً أهلاً أعزائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم أجينا لمسك الختام رسالة المسيحية هي رسالة القيامة القيامة تعتبر أحدث أو أهم حدث في التاريخ أهم حدث في التاريخ ولعدة أسباب ورح أتكلم عن هذه الأسباب بس في الأول اسمحوا لن أقرأ من رسالة بورس الرسول إلى أهل كورنتوس إصحاح 15 من آية الأولى وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضاً تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثاً فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضاً أن المسيح مات من أجل خطيانة حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وأنه ظهر لصفة ثم للإثني عشر وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمائة أخ أكثرهم باق إلى الآن ولكن بعضهم قد رقدوا وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا لأن أصغر الرسل أنا الذي لست أهلاً لأن أدعى رسولاً لأن اضطهدت كنيسة الله ولكن بنعمة الله أنا ما أنا ونعمته المعطالي لم تكن باطلة بل أنا تعبت أكثر منهم جميعهم ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي فسواء أنا أم أولئك هكذا نكرز وهكذا آمنتم يبارك لنا الرب كلمة على ما سمعنا في هذا الوقت أحبائي بولوس الرسول بيكتب رسالته إلى هالكورنتوس مش من فترة طويلة يعني بعد قيامة يسوع المسيح يعني كتير ناس ما زالت على قيد الحياة وبولوس الرسول اللي هو شاول الترصوصي كان مضطهد الكنيسة وكان رايح إلى سوريا كان رايح إلى دمشق وقبل ما يدخل دمشق تقابل مع الرب يسوع المسيح المقام من الأموات وقال له يسوع شاول شاول لماذا تضطهدني صعب عليك أن ترفس مناخس أجاب شاول وقال له من أنت يا رب قال له أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده وطبعا في هذه اللحظات آمن شاول الترصوصي مع أنه كما كتب عن نفسه كان مجدف وكان مضطهد الكنيسة تغيرت حياته تغييرا جذريا إلى الأبد بنعمة الرب يسوع المسيح وها يكتب رسالة إلى كنيسة كورنتوس بعالج فيها قضايا كثيرة منها قضية قيامة يسوع المسيح وبيتكلم عن أساس كرازتنا وأساس إيماننا هو يسوع المسيح أو بالأحرى القيامة بيسوع المسيح وهو يتكلم عن شهود ما زالوا على قيد الحياة موجودين طبعا لسه ما ماتوا وطبعا هذا يعتبر دليل مهم جدا في حياة الكنيسة ويقول أنه ظهر دفعة وحدي لأكثر من خمسمائة شخص يمكن بفترة وجوده في الجليل لما كان على الجبل وأعطى طبعا مأمورية مهمة جدا للتلاميذ أن يذهبوا ويتلمذوا جميع الأمم ولكن لاحظ في طيات الكلام يقول الرسول بولوس يعني أغلبهم باقي حتى الآن والبعض رقدوا وهذا يعني ما حكاش بشكل روبوت ما حكاش بشكل أن يخفي حقائق ويقول مثلا خمسمائة شخص أو بيتكلم في شيء لكن بيقول البعض رقدوا يعني فيك تروح تستفهم أو تستجوب الأشخاص اللي اللي ممكن يكونوا بعد على قيد الحياة وهي الرسالة طبعا في بداية الخمسينات لما كتبها الرسول بولوس يعني الناس أغلبها ما زالت على قيد الحياة هذه هي الرسالة وهذا الحدث الأهم في تاريخ المسيحية بل هو حجر الزاوية للإيمان المسيحي هي الحصن وقلعة الإيمان لكل مسيحي هي تاج معجزات يسوع المسيح فالمسيح طبعا أقام الموتى ولكن تاج المعجزات أنه قام من الأموات وهذا هو أكبر دليل وظهر للتلاميذ والرسول بولوس بيتكلم بنفس الإصحاح اللي تكلمت عنه إن لم يقم المسيح نحن أشقى الناس وهنا حباقي شيء مهم جدا من فضلك افتح لي يعني دانك في شيء مهم جدا تفوق المسيح مثل ما ذكرت مبرح هو في كل شيء ولد من عذراء حياته خالية من كل خطية تمم مئات نبوات يحمل الطبيعتين في شخص واحد الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية هو الوحيد اللي ولد لكي يموت وهو الوحيد الذي هزم الموت وقام من الأموات فهذا يجعل شخصية يسوع المسيح متميز فالمسيحية ليست مجرد أقوال بل يعني هو ملكوت الله حي من خلال يسوع الحي طيب إذا أردنا أن نفتخر بالمسيحية طيب المسيح هو أعظم معلم في هذا الوجود ممكن نكتفي بتعليم يسوع المسيح اللي لا مثيل له عزة المسيح على الجبل ما فيش أي معلم في هذا الوجود أعطى تعليم مثل يسوع المسيح وهذا على فكرة مش تعصب بشهادة الأعداء والحكماء والعلماء قبل حتى المسيحيين ابحث الشيء الثاني لو أردنا أن نتكلم عن معجزات المسيح أعظم ما فعل يسوع المسيح من آيات من معجزات خارقات لم يفعلها أحد إذا تكلمنا عن حياته الخارقة حياته الأخلاقية أنه الوحيد الشخص الكامل ممكن نتكلم عن هذا الموضوع لكن الأغرب في كل الموضوع أنه في الإنجيل والرسائل ما تكلموا عن أخلاقيات أو تعليم أو معجزات المسيح أو حياته لكن كل التركيز على موت وقيامة يسوع المسيح السؤال لو لم يكن المسيح ألا يثير هذا التساؤل في ذهنك طيب ما في ناس بتنكر الصلب وفي ناس بتنكر القيامة طيب أليس كافيا نتكلم عن المسيح المعلم لا يوجد أي كتاب تحت الشمس مثل الإنجيل ألا يكتفي أن نتكلم بكل افتخار واعتزاز عن كمال المسيح ألا يمكن أن نتحدث عن كمال يسوع وأخلاقيات المسيح لابد أن نتكلم عن حياته معجزاته ولادته العجيبة يعني كل أمور المسيح متفوقة وخارقة ولكن لاحظ أن حجر الزاوية والقلعة الحصينة للإيمان المسيحي هو قيامة يسوع المسيح من بين الأموال ولاحظ أحبائي يعني المسيح برهن بالكلية تماما بدون أدنى شك أنه فعلا ابن الله كما كتب الرسول بولوس إلى كنيسة روميا وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموال فإذن أحبائي يعني إن لم يقم المسيح فنحن أشقى الناس على إيه من نادي فالمسيحية ترتكز على الصليب وعلى القيامة وهذا شيء مهم جدا لما افتخر بولوس قال لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا أما من جهة فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة يعني ركز كل التركيز وخلي بالك شاول الترسوسي بولوس الرسول هو كان فريس من الفرسيين كان يعني من الخيار الفرسيين كان يهود 150% وإنه يتكلم عن افتخار بالصليب ادرس الخلفية اليهودية شوف شو هذا الكلام بيعني في حياة بولوس الرسول وهذا اندل على شيء بدل على شرعية المسيحية ومصداقية المسيح بالرسالة وإرسالية يسوع المسيح ونحبا بيتكلم عن الكمال الكامل لعمل الرب وهذا تؤكد نصرتنا يؤكد نصرتنا على القبر وعلى الموت وقيامة المسيح بتمنحنا الرجاء المبارك أو عربون الرجاء والتغلب على أكبر عدو هذا السؤال اللي لا المعضلة اللي ما حلته ولا أي ديان ولا أي كتاب في هذا الوجود سوى شخص الرب يسوع المسيح اللي هزم أقوى عدو بل أبطل فعليته ويقول الكتاب أبطل الموت وأنارى لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل فاعطانا المسرى صار إلنا يقين الحياة الأبدية والمسيح المؤمن لا يخاف من الموت والموت هو عتبي للاستمرار إلى أبد الآبدين من خلال يسوع المسيح فالقيامة بتعبر على مصداقية المسيح كل ما قاله فعل أنا هو القيامة والحياة قامة من بين الأموات ظافرا ومنتصرا على الموت وتغلب على هذا العدو اللي هو الموت تغلب على الشيطان أيضا لكن للأسف في أعداء للمسيحية وفيه طلعه في نظريات كتير اللي بترفض الصلب وبترفض القيامة والسؤال ليه طب شو المصلحة إنه يرفضوا هذا الشيء كل من يحب الحق لابد أن يصطدم بالحق الذي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق فإذا الحق هو المقياس هو المنبع هو المصدر هو التجسيم وتجسيد هذا الحق أو أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأنه فيه تصريح بالشر والأعمال الشريرة وأنه الإنسان يبتعد عن الله وهذا ما يفعله الكثير البعض من هذه النظريات النظرية الأولى اللي وجدت في الكتاب لما العسكر كانوا مرتعبين حتى الموت راحوا للحماية عند رئيس الكهنة عند الكهنة لأنه معروف أنه خلص بلاطوس اللي بخل في وظيفته لابد أنه يموت فكانت الفكرة البدعة اللي تلعب في تلك الأيام قولوا أنه التلاميذ جاءوا ليلا سرقوه ونحن نيام نيام طب ما هو ممنوع تكون نايم أنت موضوع حتى تحرس هذا القبر فشره البلية ما يرحل عاوز أقول أن المسيح مات فعلا بكل التفاصيل اللي ذكرتها مبارح أول مبارح ممكن ترجع لها لكن عندما وضع المسيح في القبر ووضعوا عليه الحنوط وهذه الحنوط تتيبس تتكلم على مش أقل من ثلاثين كيلو أو خمس وسبعين رطل من الحنوط من الناردين والمر وبعض العصائر اللي لها روايح جميلة بحطوها طبعا كعلى الكتان وبيربطوه ويتحول يتيبس فيعني دليل أنه مات بالكامل لكن يوم الأحد أحبائي دحرج الحجر مش لأنه يعني المسيح مش ممكن يدحر الحجر دحرج الحجر حتى المريمات وحتى لما جاء بطرس ويحنى أنه يشوفه أنه فعلا القبر فارغ ومثل ما لما ركد بطرس يحنى بطرس ركد ويحنى كان عند القبر نظر رأى مكتوب وآمن في سفر الأعمال يقولون ونحن شهود لذلك شهود يعني على القيامة فهي البدعة الأولى اللي طلعت في أيام التلاميذ سرقة جسد المسيح أين الجسد أين الجثة طب جيبوا يعمل جثة حتى تثبت ادعاءك النظرية التانية نظرية الإغماء أنه بعد ما وضع في القبر البارد انتعشت روح المسيح وطلع ظهر للتلاميذ وقالوا أنه قام من بيت الأموال طبعا ما فيش داع أنه أدافع ويمكن خصص حلقات لهذه النظريات أصلا فيش داع أضوع وقت على هذه النظرية وطبعا القبر الخاطئ أنه لما راحوا الصبح بكير المريمات راحوا للقبر الخاطئ وطبعا مرة تانية فيش داع داع أنه في نظرية الهلوسة طب هل أكتر من خمسمائة شخص يصابوا بمرض الهلوسة مرة واحدة تخيلوا يعني ظهرات يسوع المسيح أكتر من خمسمائة شخص كلهم تهلوسوا بهذا الموضوع وطبعا في نظرية الأسطورة يعني عارف في حكاية خيالية مع بعض الحقائق التاريخية يبتدوا يحكوها حتى يثبتوا شيء معين أحسن لا يفضحوا حالهم في نظرية سادسة اللي أحباءنا المسلمين بيرفضوها اللي هو يعني لم يصلب ولم يموت لكن شبها له وهاي طبعا يعني أصعب وأخطر كل النظريات الأخرى وهذه يعني نظرية خاطئة من أساسها أصلا وخطأ أنك أنت تدعي كل الشهود اللي شافوا يسوع مات على الصليب وطبعا براهين كثيرة براهين 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 وخطأ أنك تدعي أنه الله كاذب الله مخادع الله مكار نحن المسيحيون لا نؤمن بهذا فهذه أشر النظريات أنه المسيح مش هو اللي مات على الصليب في واحد تاني اسمه يهوذا اتحط بداله في اجداع طبعا أدافع لأنه بتسمعه في كل البرامج الدفاعية اللي بتشرح عن هذا الموضوع فإذا شو هي الدلائل لقيامة يسوع المسيح لاحظ بولوس بأكد شيء تسلمه زي الفريضة العشاء الرباني قال فإنني تسلمت ما سلمتكم أيضا بالأول وهنا حبائي لما بيتكلم أعرفكم بالإنجيل الذي بشرتكم وتقومون وبه أيضا تخلصون يعني في شيء كان بيتناقل من فم إلى فن من شخص إلى شخص ولأنه الرسول بولوس يعني مش أي شهادة واحد اللي راح عم بيقتل المسيحيين يتقابل مع المسيح فتتغير حياته فيصبح هو الشخص الذي ينادي بالمسيح لليهود وللأمم ويتحمل أشد العذابات وأشرسها من خلال إيمانه بيسوع المسيح طبعا إحنا إحنا قلنا أنه ظهر الرب يسوع للتلاميذ ظهر لمريم المجدلية ظهر لتلميذي عمواز ظهر لبطرس لصفا ظهر ليعقوب ظهر للتلاميذ على بحير الطبرية ظهر للتلاميذ في نفس الليلة اللي قام فيها ما عدا ما عدا توما وتوما كان عنده عدم إيمان كان أصر أنه لازم يشوف المسيح في الأحد القادم قال له تعالي يا توما ضع إصبعك ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا ثم قال له طوبة للذين آمنوا ولم يروا ثم أحبائي يعني التحول بطرس ويحنى بطرس أنكر يسوع المسيح وتغيرت حياته تغيير جذري يحنى الرسول اللي كان يتكأ على صدر المسيح مكتوب رأى يعني شاف أول الشهد بطعن الحرب على الصليب أنه خرج ماء ودم ولا يتناقض هذا مع العلم وهو شاف القبر الفارغ مكتوب رأى وآمن والشخصية الثالثة اللي هو شاول الترسوسة اللي كان مضطهد الكنيسة وأصبح أكثر شخص وصل بشارة الخلاص ونقلها إلى كل العالم القديم في تلك الأيام والأغرب أنه بطرس اللي بنتكلم عنه ويحنى اللي كانوا مختبئين في العلية لخوف من اليهود بطرس في يوم الخمسين عندما امتلأ من الروح القدس خرج إلى منطقة الهيكل وقال أنتم بأيدي أثمة صلبتموا لكن الله أقامه فيش حد قدر يعاند أو يقاوم حكمة الرسول بطرس من أين هذه القوة وكيف تغيرت حياة بطرس من الخوف من الفشل من الهزيمة من عار الإنكار إلى شخص بيتكلم عن يسوع المسيح بكل جرأة بكل جرأة شيء آخر أحبائي ماذا عن استشهاد الرسل هو بولوس إذا تقابل مع يسوع الحي كما قال بالرسالة كما قرأنا أحبائي أخيرا ظهر بدفع عن رسوليته ظهر للصغط يعني بيتكلم البيبي الغير متكامل نزل قبل أوانه فبيتكلم عن عدم استحقاقه لي أنا أصغر جميع الرسل ثم هل يموت بطرس من أجل خدعة وهل يذهب يحنى إلى جزيرة بطمس من أجل خدعة وهل يموت بولوس الرسول في روما من أجل خدعة وهل يموت معظم الرسل ومعظم آباء الكنيسة وملايين من المسيحيين الذين اختبروا قوة القيام في حياتهم ورأوا أن المسيح حي مزال يعمل ويغير الكيان والحياة طب المسيحية انتشرت مش بالسيف ولا بالعنف ولا بالإجبار ولا بالارتداد يعني المسيحية انتشرت في يقينية في إيمان راصخ في داخلهم شافوا المسيح واقتنعوا في يسوع المسيح وإنه فضلوا الموت يعني راحوا برسالة الفرح برسالة السلام بدون سلاح بقوة بحجة الكلمة مصحوبة بآيات من الرب يسوع لكي يسند هذه الرسالة ماذا عن عصر الاستشهاد أيموت عدد كبير من الملايين من أجل خدعة كامون حبيبي يعني بصراحة يعني أين دليلك وأين برهانك وأين ليه بتضوع وقتك حبيبي ليه ما بتقرأ الكتاب المقدس وليه ما بتصلي تقوله يا رب اعلن ذاتك لا إلي تعرف حبائي واحد من الأشياء المهمة في المسيحية إنه ما زلنا نمارس حتى يومنا هذا فريطين اللي الرب يسوع طلب منها مننا إنه مارسها والفريطين بتدل على موت ودفن وقيامة يسوع المسيح وأنه سيرجع ثانية فريضة المعمودية وفريضة العشاء الرباني لأنكم كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجي فإذن ظهر المسيح لأكثر من خمسمائة شخص والرسول بولوس عم بيقول أكثرهم باقي إلى الآن وشوف الكلام يعني هذا اللي بيعجبني لكن البعض رقد يعني شوف المصداقية في كلام بولوس الرسول ما فيش خداع كلام شفاف كلام واضح جدا ثم أحبائي التلاميذ اللي هم يهود أصلا وشالوا الترصوص اللي كان فريسة أصلا مكتوب أنه تحول يوم العبادة من يوم السب إلى يوم الأول يوم الأحد بسبب قيامة يسوع المسيح من الأموات بسبب حلول الروح القدس في يوم الخمسين فتخيل هذا التحول يعني بالنسبة في العهد القديم ممنوع تكسر وسيط الرب لكن فهم وسيط الرب أنه يوم راحة وعمله هذا اليوم الراحة يوم الأحد هو يوم العبادة وهذا دليل كبير جدا بتشوفوا اليوم لما تروح على تركيا وبتروح على روما بتروح على بطمس بتشوف تحت الأرض في مغاير بتشوف سلبان بتشوف شكل السمكة أشكال المسيحية كلها بتتكلم عن اجتماعاتهم في هذا اليوم يوم الأول يوم الأحد ثم ماذا عن شهادة الكنيسة من اللحظة اللي آمنت بقيامة يسوع إلى هذا اليوم ما زالت تكرز نفس الرسالة موت وقيامة يسوع المسيح مع أنه واجهت الاستهزاء والسخرية ولدرجة بولوس كتب أن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله نكرز بالمسيح مصلوبا لليونانيين جهالة يعني يعني كربية مصخروا يعني ازاي كيف واحد إله ويصلب ولليهود عثر لأنه مش عاوزين يقامل شخص مكتوب ملعون منعلق على خشبة ولكن كل شهادة الكنيسة من أساسها عندما قام المسيح إلى يومنا هذا لم تتغير ترخية وحقيقة الموت ثم الناس اللي بتختبر الحياة المتغيرة للملايين اسمع الاختبارات شوف الملايين من المسلمين اللي جاءوا للمسيح من الهنود من البوذيين من الأوروبيين من الشعوب اللي كانت متوحشة قبلا بأفريقيا في أوروبا في أماكن كثيرة في أمريكا شوف لما دخلت المسيحية غيرت حياتهم وغيرت حضاراتهم وتأسست على مبادئ مسيحية اللي كل العالم ماشي عليها اليوم انشئت أم أبيت لأنه بترفع مستوى البشرية لأنه أي كتاب آخر بنقص أو بقلل من أهمية البشرية بالعكس بتهين حتى لدرجة أنه ممكن تهين البشرية تشوف كيف المسيحية رفعت شمال أمريكا كله أوروبا كلها كان يعني شعوب البعض منها كان متوحش أفريقيا آسيا تغيرت شعوب أكملها الحياة المتغيرة للملايين وأنا وأنا ممكن أشهد عن نفسي كيف الرب يسوع غير حياتي ويعني الإخوة اللي بتابعه قالوا لـ 12 شخص من خلفية إسلامية هذا الشخص تغيرت حياتهم بمعجزات خارقة آمنوا بيسوع المسيح وهكذا كتير ناس آمنت بيسوع المسيح وتغيرت حياتهم كل يوم عم نشهد هذه المعجزات وهذا حباء دليل قوي جدا ثم ماذا عن العهد الجديد اللي بين إيدينا العهد الجديد كله تأسس على أساس موت وقيام تق يسوع المسيح لاحظ أنه ما بيذكره سيرة يسوع المسيح شو أكل شو شرب وين راح وين راح بيتكلم سيرة حياة طفولته 12 سنة بيغيب لمدة 30 بيرجع بيركز على خدمة يسوع على موت وقيامة الجزء الأكبر يعني ما حكلناش قصص وقصص وقصص ركزوا على الرسالة الأهم اللي هو قيامة يسوع المسيح وهذه بتاعة المصداقية لكل التصريحات اللي تكلم فيها يسوع المسيح المسيح حتى ظهرات اليوم كتير من الأخو بيقولك أنا شفت المسيح يعني إلى اليوم بتشوف معجزات المسيح بيتعامل ولسيما مع غير المسيحيين أغلبهم من إخوتنا وأحبائنا المسلمين التغيير الجذري اللي حدث في حياة التلاميذ اسأل أي عالم سيكولوجي أحبائي التلاميذ كانوا مرعوبين في قوة عظمة مثل الإمبراطورية الرومانية إذا مسكون رح يعجنوهم عجل واليهود عاوزين يخلصوا عليهم وبعد شوية بيطلعوا بقولوا المسيح حي وقام من بين الأموات وفعلا تتغير حياة التلاميذ والناس بتآمن في رسالتهم اتحرروا من الخوف اتحرروا من الفشل اتحرروا من الشك إلى اليقين اتحرروا شيء إجابي صار عندهم إيمان صار عندهم رسالة صار عندهم شجاعة وإنه مستعدين يموتوا من أجل هذه الرسالة بدون مقاومة بدون حامل سيف بدون أي عنف وهذا طبعا اللي خل حتى الأعداء تتعجب من المسيحين ماذا عن القبر الفارغ ما هو قاله قولوا ان التلاميذ سرقوه اين جسد المسيح القبر الفارغ اليوم في القدس في كنيسة القيامي ملايين 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 كل سلي بزور القبر الفارغ وهذا دليل ساطع على قيامة يسوع المسيح عرف واحدة من الأدلة المهمة جدا الكفن لما مكتوب عن يحن رأى وآمن شاف انه الكفن بيتيبس من الحنوط فالجسد انسل يعني كلابست الكتان بقي محله بس يعني كأنه شيء انسل من من هذا الجسد والأغرب انه المنديل مطوه موضوع على جنب ويعني بالنسبة لليهود فهموا هاي رسالة ان يسوع راجع جاي مرة تانية فإذا هذا بالنسبة للتلاميذ كان دليل قوي جدا انه المسيح قام من بين الأموال شهود العيان أحبائي يعني كل هذا الشهود شهدت بأيام المسيح يعني والكتاب بقول شهدين أو ثلاثة ما فيك تقول ما قتلوا وما صلبوا وما عندك شهود ما عندكش أدلة ما عندكش يعني ما فيك تحكي هاي الجملة إلا إذا عندك عشرات الأدلة اللي بتتفوق على الأدلة اللي المسيحيين بيدعوا فيها طالما ما عندكش هذا الإدعاء لو رحنا على محكمة انت عارف شو القادر رح يحكم بقول لك أعطيني البرهان أعطيني الدليل أعطيني البرهان أعطيني الدليل حكمت المحكمة بالدليل الموثوق وعشرات بالمئات الأدلة الموجودة بين ايدين القارئ فهؤلاء الشهود شهدوا وماتوا من أجل شهادتهم تعرف في شيء مهم جدا ماذا عن صمت الأعداء طيب فبركوا حاجة تانية يعني يعني حتى الأدلة التاريخية من يوسيفوس وتالوس ويعني وتاسيتوس وكل سواء المؤرخين الرومان واليهود والسامر يعني كتير مؤرخين كتبوا وبلمشناه طبعا بالكتابات اليهودية لكن يكتبوها بشكل صلبي أنه المسيح كان ساحر وأبصر شو إلى كل الأشيان فيش ضاعي أنه أكتر حديث في هذا الموضوع بس اتحدثت عن هذا الشيء ولكن أحبائي صمت الأعداء لما اليهود اتكلموا أو لما التلاميذ اتكلموا بأيدي أثمة صلطموا ممكن يجوا يقولوا هاي الجثة مش أنتوا بتقولوا فالدليل ساقط والإدعاء فاشل جدا من ناحية صمت الأعداء اللي بيزهلني جدا أحبائي لما بتقرأ في إنجيل متة ومرق وصلوق ويحنى بسموها البشائر الأربعة وكل وحدة بتكمل التاني لكن الأغرب الأغرب مكتوب يعني حتى المسيح عم بيعطي المأمورية العظمى مكتوبة والبعض شكو وفي مكان آخر وبخهم لقساوة إيمانهم أو لعدم إيمانهم تلميذي عمواس تركوا أورشاليم بعيد 11 كيلو متر عن أورشاليم ومشيين وعن بيتطارح وكنا نرجو أنه المزمع أن يفضي إسرائيل ظهر المسيح وتخيل يعني يعني لو ما تكتبتش بالوحي هذه القصص قلنا كان كل شيء انفبرك يعني مية في المية كلام روبوت يكرر ويعاد فالأنجيل طريقتها في سرد الحادثة البعض شكو والبعض كان عنده عدم إيمان وقساوة والبعض كان وكنا نرجو والبعض كان حزين ومتخب في العلي ونسي كلام المسيح أنه راح يقوم في اليوم التالت وهكذا المجدلية وهكذا بطرس وهكذا يحنى أقرب الناس والأغرب أحبائي واحد من الـ 11 يعني الهوتومة يعني لما ظهر المسيح للعشرة وحكوا معتومة وبالتفاصيل حكوله قال لي مش ممكن مستحيل وتخيل أنه كان عنده عدم إيمان وعندما رأى المسيح قال ربي وإلهي ربي وإلهي ما فيش أقل ما كل الكتاب كل الإنجيل بيستند على شيء واحد يسوع رب وهذه أساس العقيدة المسيحية ماذا عن عهد القديم كل النبوات اللي تمت في يسوع المسيح ماذا عن العهد الجديد اللي كل مركز على موت وقيامة يسوع المسيح فما فيك تحكي شيء بدون الدليل قام المسيح أحبائه قام يسوع تعرف خلينا أقرأ بعض الآيات كورنتس الأولى خمسة عشر بكمل الآيات ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات فكيف يقول قوم بينكم يعني بولوس هذا دليل يعني بيحكي طب كيف ما إنه قام كيف يقول قوم بينكم إن بيوتنا بيوتنا عم نطلع حتى نقدر نسجل ورب فتح وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك لايف زوم إلى آخره سكايب هو لين واحد بتعب حاله في هذا الموضوع بولوس بيتكلم بطريقة عجيبة التسلسل في الحدث بيتكلم بجيب الخلفية اليهودية الفكرة اليهودية بدمجها في العقلية اليونانية حتى يوصل الهدف بتاعه والدليل والبرهان الساطع بتاعه يقول بشكل وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم ولاحظ ونوجد نحن أيضا بولوس اللي شاف يسوع شهود زور لله لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه إن كان الموت لا يقمون لأنه إن كان الموت لا يقمون فقيامة الموت مرتبطة بقيامة يسوع المسيح في الجسد يعني مش شبح ولا فلا يكون المسيح قد قام وإن لم يكن المسيح قد قام إحنا قلنا باطلة كرازتنا باطل إيمانكم هو المكتوب فباطل إيمانكم أنتم بعد في خطاياكم فإذن علاج لمشكلة الخطية ملهاش ملهاش حل من سيعالج الخطية عندما نكتشف أننا صعب أن نصل إلى قداسة الله المطلقة وكمال الله المطلق كيف نستطيع أن نتبر أنتم بعد في خطاياكم إذن الذين رقدوا في المسيح أيضا هلك إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس ولكن شوف الرسول بولوس ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين فإنه إذ الموت بإنسان بإنسان أيضا قيامة الأموات لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع إصحاح جميل جدا اللي بدعم القيامة ياريت تقرأ يعني بدون قيامة مع الناشئ رجاء ما تضوعش وقتك على الكرازي حتى لو إنه يسوع عنده أعظم كلمات أعظم حيام أعظم أخلاقيات كل المسيحية بترتكز على القبر الفارغ وأن المسيح حي فإذن قام المسيح أحبائي ليعطينا الحياء الأبدية قام المسيح ليقدم الكفار الكامل والأخيرة والنهائية خلاص هو الذبيح الأعظم قدم نفسه والدليل أنه قام من الأموات جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ضافرا بهم فيه اللي تكلم عنه رسول بولوس الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا هذا كله بقيامة يسوع المسيح وعندما كتب الرسول يحنى بيتكلم عن كلمات المسيح أنا الحي يسوع بيتكلم وكنت ميتا وهان حي إلى أبد الآبدين ولي مفاتيح الهاوية والموت وهو الذي قال الذي الكائن الذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء الذي قال عن نفسه أنا هو القيام والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد الذي قال عن نفسه أنا هو الألف والي البداية والنهاية الأول والآخر يسوع المسيح الحي أمسا واليوم وإلى الأبد ثم أحباء قام المسيح ليحررنا من عبودية الشيطان قام المسيح ليعالجنا من سموم ومن تأثيرات الخطية قام المسيح ليبتدئ بالملكوت الجديد من خلال مجده يعني موته وقيامته قام المسيح ليعطينا قوة جديدة حياة جديدة مصر جديدة تأسست على قيامة يسوع المسيح وهذه القيامة أحباء نحياها بنصرة وقوة القيامة من شان هيك إحنا نقول المسيح قام حقا قام ليس هو هاهنا لكنه قام كما قالت الملائكة للمريمات وهذه الحياة الجديدة والقوة الجديدة لأن المسيح قام أرسل الروح القدس إلى التلاميذ فامتلأ التلاميذ بالروح القدس وجالوا مبشرين ما عادي همهن أي شيء أرضي ولا ملكوت أرضي ولا ممتلكات ولا أي شيء في هذا الوجود عرف أنه هذا الملكوت الجديد هو طموحهم أن يكونوا مع المسيح إلى أبد الأبدين أدركوا أن الحياة هذه عابرة برية نعبر فيها إلى الأبدية وعندما تؤمن بيسوع المسيح تنال الحياة الأبدية الآن حيات الله ذاته في الحاضر وتستمر هذه الحياة تغمض عين وتستمر الحياة مع يسوع المسيح إلى أبد الأبدين أي كتاب في هذا الوجود وعدك في هذا الوعد أكيد طبعا ما فيه شيء كتاب لكن شو هو الشرط يقول الرسول بولوس لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع المسيح وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص فإذن الخلاص هو الاعتراف والإيمان بقيامة يسوع المسيح مش في حياته ولا تعليمه ولا معجزاته لكن بقيامته لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص أحبائي قام المسيح وهو حي الآن موجود معك لماذا تضيع الفرصة لماذا تطلب الأموات ولماذا تبحث عن الأموات ولماذا تحاول أن تبحث عن نظريات حتى تشبت إيمانك مع إن الكتاب واضح جدا دليل ساطع لقيامة يسوع المسيح وأنا اليوم مش عاوز إنه بيوم القيامة إنه هذا الأمر يفوتك يمكن ضاعت سنين من حياتك وإنت عم تتندم على الماضي عملت كتير قرارات عملت كتير قرارات خاطئة كنت عايش في الظلم عايش في الهلاك عايش في وحل الخطية عدم غفران مهزوم مهزوز عندك حياة صراع تناقض بتروع الكنيسة ويمكن بتجتمع مع الناس لكن من جوه والله أعلم شو هو حالتك الداخلية شو رايك يسوع الحي اللي قام وبيعرف دخولك وخروجك بيعرف جلوسك وقيامك بيعرف كيانك وقلبك بتخب على من تخب لكن شو رايك اليوم انك تتحرر من الظلمة شو رايك اليوم تتحرر من عبودية الخطية شو رايك اليوم تتمتع بالفرح والسلام العجيب السماوي شو رايك اليوم تختبر حضور الله في حياتك من خلال يسوع المسيح يمكن عم بتظنك راح تعمل اشغال واعمال حتى تقوم في هذا الموضوع تصور كل ما تحتاج قل له يا رب ارحمني انا الخاطئ ادعوك الى حياتي صليها ما تستحي انتو بيتك امسكوا ايدين بعض هاي يمكن فرصتك اليوم واجمل فرصة هو عندما نحتفل بقيامة المسيح قل له يا رب انت اللي قمت من بين الاموات تعال قيمني من سبات الخطية من الموت الخطية من الدينوني من جهنم النار واعطيني اختبر الحياة الابدية بقوة يسوع المسيح فعلا اذا بتصلي يسوع معاك الان بغيرك وبيكتب اسمك في سفر الحياة انت عاوز اسمك ينكتب في سفر الحياة خليني اسمع منك اكتب لنا شير اعمل شير على هذا الفيديو شجع اخرون انه يشاهدوا هذه الحلقة بكرة رح اتكلم عن موضوع كتير 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 مهم والموضوع بعنوان عشرين في عشرين ساعة عشرين في الالفين وعشرين بكرة الساعة عشرين في توقيتي انا في تورونتو كندا يعني في استراليا ممكن يشوفونا في الصباح في كاليفورنيا ممكن يشوفونا يعني احنا سابقين ثلاث ساعات في الشرق الاوسط رح يكون من ست سبع او ثمان ساعات اذا كنت في الخليج او في مصر او توقيت القدس يعني سيكون الساعة 2 صباحا او 3 او 4 صباحا انا بعرف انه كتير ناس بتصهر بس انا مش بطلب انك تصهر لكن شجع اخرون وهذا الموضوع كتير 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 مهم لحياتك 20 في 20 الساعة 20 في الـ 2020 انتظر هذه الحلقة بكرة مساء اذا انت صليت اليوم معي بحب اسمع منك وشجع شجع اللي كل اللي برده عليك بلينك بشير بكومنت لانه في طبعا هجوم كاسح على الفيسبوك بصراحة وكل شوي بوقفولنا صفحة او بمنعونا نعمل شيء فانت كتر العدد مرات اللي بيشجع هو دليل وبرهان صاطع انه انتو فرحنين معنا في هذه الحلقات مثل ما ارسل التلاميذ يسوع ارسل التلاميذ انه يكونوا شهود هل ممكن انت تكون ادائنك توصل هذه الرسالة لاكبر عدد ممكن ورسالة القيامة مش موجودة في اي كتاب سوى في الانجيل المقدس كل عام وانتم بالف خير والرب يبارككم اشتركوا في القناة